عزيزي الطالب لكل وسيلة خصائص ولكل عمل يؤديه الداعية مميزات ترتبط به ارتباطا وثيقة فإذا كنا قد تناولنا الوسائل الدعوية وخصائصها وأنواعها وصورا منها فإنه مما لابد منه أن تقف على تلك الخصائص التي تمتاز بها تلك الوسائل الخصائص يعني المميز للشيء يختص به كذا يعني يمتاز به كذا أو يمتاز الشيء بكذا فالخصائص العامة للوسائل الدعوية نقف بك عليها في هذا الدرس الثالث من دروس تلك الوحدة إن عناصر الدرس إذن سلاسة نبين لك أولا خصيصة الشرعية يعني إن هذه الوسائل الدعوية لابد أن تكون شرعية وكذلك لابد أن تكون متطورة وأخيرا لابد أن تكون بينها التكافؤ وإليك توضيح هذه الأمور الثلاثة أولا خصيصة الشرعية ما المقصود بأن تكون الوسيلة شرعية أي أن تكون منضبطة بحكم الشرع فلا يسوغ لحاكم أو لا يسوغ لداعية أو لا يسوغ لمدرس أو ناصح أن يلجأ إلى وسيلة خارجة عن حكم الشرع وضوابط فلا يجوز الخروج عن أحكام الشرع من حيث المناهج والأسلوب والوسائل لماذا؟ لأن الدعوة في حقيقتها طريقة تطبيق الشريعة ومنهجها منهج رسمه الحق تبارك وتعالى لها فلا يصح الخروج عليه في أي جانب من جوانبه أما عن الخصيصة الثانية وهي التطور ما المقصود بالتطور إذن؟ أي أن يكون الداعية متطورا في استخدام تلك الوسائل معنى أن يكون الداعية متطورا أي أن يقوم بأداء الدعوة باستخدام الوسائل والأساليب المتطورة والمتجددة تابعا لتطور عادات الناس وأعرافهم وتقالدهم حتى تكون دعوته أكثر وقعا حتى تكون لهذه الدعوة أكثر وقعا وتأثيرا في النفوس والقلوب نعم كي تكون دعوته أكثر وقعا لابد أن يكون متطورا وهذا التطور في واقع أمره أمر شرعي جاء به القرآن وطبقه النبي صلى الله عليه وسلم والضابط في صنيع الداعية في ذلك هو أن يتحاشى من الوسائل المتبعة المفضلة لدى الناس عما يؤدي إلى الفساد الخلقي بمعنى أن يلجأ بعض الدعاة مثلا إلى طريقة معينة أو وسيلة معينة فيؤديها بطريقة ما فتؤدي إلى عكس المطلوب فإن كان يريد صلاح أمر جماعة فربما يوقع بأسهم بينهم بطريقته غير الشرعية وأن يتفادى من وسائل استقطاب الناس ما يحط من شأن الدعوة فهناك بعض الدعاة ربما يفهم أنه ينزل على رغبات الجماهير بدعوته فلذلك يضر بهم ويدر بدعوته وأيضا ينال ذلك من شخصيته أمام الناس ومكانته بين الجماهير أما عن خصيصة التكافؤ فالمقصود بها التماثل والموازاه بين الوسيلة والغاية هناك من المبادئ المعروفة في دنيا الناس وقد استحدثها العصر الحديث الوسيلة الغاية تبرر الوسيلة فكرة غربية للأسف الشديد وقعت وسرت بين الناس في عالمنا الإسلامي سريان النار في الهشيم وهذا لا أصل له في ديننا بل إن الدعاء لابد أن يعو أن ديننا يرفض هذه النظرية نظرية الغاية تبرر الوسيلة فالوسيلة لابد أن تكون حسب ما أو الغاية لابد أن تحقق بوسيلة شرعية تستعمل من أجلها كما أراد الله تبارك وتعالى فالوسيلة القاصرة عن الغاية والضعيفة لا يمكن أن توصل إلى الغاية في الوقت المناسب كذلك من هنا جاءت آيات الله تبارك وتعالى في كتابه تبين لعباده لعباده الإعداد لهذا المعنى والإعداد لأداء الدعوة والإعداد للدفاع عن دين الله بالوسائل التي شرعها الحق تبارك وتعالى فكما أن الجنود يجهزون أنفسهم لمواجهة عدو قاهر بوسائل شرعها الحق تبارك وتعالى فكذلك على الدعاة أن يؤدوا وسائل تصل بهم إلى غاية أرادها الحق تبارك وتعالى والأصل في ذلك يقول الحق فيه وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تضمون